السلام عليكم أخوتي أهلاً ومرحباً بكم في مطبخ وصفات للا فاطمة لما إن شاء الله فيديو جديد أنا حضر معكم إن شاء الله وصفة اللي سهلة وسريعة والمقوينة ديالها وبساطين اقتصادياً ونفس اللحظة صراحة كتجي رائع جداً كتجي اللي ده اللي ده السيف قبل ما نبدأ الفيديو كمالعادة فمنساش تدعموني ولايك ديالكم باش تجعوني باش جايما إن شاء الله نجيبكم وصفات اللي يكونوا جداد وحصرياً كذلك تأول ما ركا تشوفوني فمنساش تشاركوه في القناة سبع لو زر صفر جايماً توصلوا في جايز ديالي ودعاً بلما نطول عليكم خليكم مع المقادير وطريقة التحضير في الوصفة ديال اليوم ما غا نحتاجو السكر بالنسبة للسكر غا نحتاجو كأس إلا ربع من سكر سانيداً اللي هي مية وطناعش غرام دائماً كنأخذ لكم القياس بالكزي اللي عنده باش حتى الناس اللي ما عندهم مش للميزان يحضروا الوصفة إلا لاحظوا معايا فضبط كذلك الزبدة عندي هنا زبدة نباتية عندي مية وخمسة وعشرين جرام المهم كنحاولها كي يندمجدك الزبدة مزيان ونخدمها مع ذاك السكر حتى كي يختاف هادوك السكر من كي بقاشك كي الحبيبات ديالك وبعرك يدوب واحد شوية والزبدة ما كسبقاش باينة هي كتتخدم مزيان من الأفضل يكون عندكم هكي الزبدة يعني ما شيف تلاجة غير ضرارة حرارة المعضبة بشكاية كتتساعدكم وضغية كتتخدم المهم ضبط كذلك نص كاسية زيت نباتية اللي هي خمسة وسبعين ماليليتر وكنحاول كي نخدم هاد زيت شوية بشوية يعني نخدمه بيد دي حتى كي يولي كل شي كريمي يعني كي بقاش زبدة ما كي بقاش باينة وكذلك الزبدة ما كي بقاش باينة كل شي كي ينسجم مع بعضياته والخاليات كي ما قلت لكم كي يولي كريمي هني اللحتوا معي فغنضيف كذلك واحد الحبة دي البيض وغنحرك يحرك مزيان حتى كي اختفى ذا في البيض دائما فيما كنضيفه كي اشي عنصر هنحاولو نخدمه مزيان عندك ساعات كنضيفه العنصر التالي المهم هنا يام بعد ما خدمت الزبدة مزيان ولات بهات شكالها دايما مباشرة هنضيفه الدقيق بالنسبة للدقيق فغنحتاجو ثلاثة ديال الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق وكاس الهربح من الدقيق يعني الكاس الرابع ما ضفتوش كامل خليت منه وربع اللي هي تقريبا واحد كلتمية وتمانين كرام ديال الدقيق اه بالنسبة للدقيق فك نحاولو اكيا انضيفوه على دفوعات باشا كيا ما نقصحوش العجينة ديالنا اكثر من القياس حيث العجينة ما خصاش تكون قاصحة خصات بقارتي طبا واحد شوية المهم غير تبعوا معنا ان شاء الله هو انا وريكم في الاخير العجينة كيفاش خصاتكم بالضبط هنا ايه كم قانضك كي ما قلت لكم دقيق غير شوية بشوية وضفت كذلك واحد الكيس ديال الخميرة الحلويات اللي كي وزن تمانية جرام وكم قانضك كي ما قلت لكم دقيق شوية بشوية احتى كنفصل للقواب المناسب هنا ايه كنجب على جينة غير بالاطراف ديال الاصعبية يعني جينة ما كنت لكوها موالو كما معروف العجائي اللي كي كيكونوا بحالات شكل هادو يعني لا دلكنهم زيان ومعاكنهم بزفة القزيس باكش يا لاش كنجمع لجينة ديالنا غير بالاطراف ديال الاصابع وشوفوا معايا الكاس الرابعة خلي ثمان واربع يعني ما ضفتوش كامل وكتسكون هادي هي العجينة ديالي بعد ما اعجنتها اه غنوريكم كناخدك كي واحد طريف ديال العجين وكنكوره مني كنكور وذك طريف ديال العجين وكنورف عليه بيدي فالعجينة ما كتشقش يعني عجينة كتكون مازالة مقصا حتش بزاف يعني يالله عزينة شاد دراسة واحد شوية مني كنقوقها وكنورك عليها ما اخصاش تشق حيات الى تشقت مني اغام بغيرو نخدموها فغات عدبنا خصا تكون العجينة اللي الطرية وانيا كنوريكم الكاس الرابعة اخليص منو كي ما قد لكم اربع مباشرة كندوزو نقسمو العجينة ديالنا بشكل عشوائي غير كي باش تساعدنا في الخدمة وصع في يعني العجينة ما كنخليوها لا ترتاح لحتاشي حاجة غير كنكورها وكنغطيها بالبلسطيك الغذائي وكنديرها حدايا بشكل كم قا ناخد منها وكنخدم ومباشرة غاندوزو ان شاء الله باش نخدمو العجينة ديالنا في طحانة ديال الماطيشة يعني غانحتاج طحانة ديال الماطيشة التقليدية العادية فطحانها دي رعاية معروفة اه المهم كيكونو فيها ثلاثة ديالشفرات كتكونو واحدة الشفرات كبيرة يعني العيون ديالاكبار ووحدة متوسطة وحدة كيكون العيون ديالا صغير ورين احنا ان شاء الله يوما خدمو باكبر شفرة يعني الشفرة اللي فيكونو العيون ديالاكبار هي اللي غانخدمو بيها كنركبوها بهاتشكل هادا ايا المهم انا كنبغي اكي نشارك معاكم جميع تفاصيل في الفيديو باش اكي احتى بالنسبة للبنيتات اللي الله كيتعلمو ما كيعرفوش تهو ما كيستفدو كيما قد لكم كنركبو الماكينة ديالنا بهاتشكل هادا ايا ونبعد مباشرة كندوزو هادا طحانة ديال ما طيشة في واحد الايناء باش اكيين اللي كنخدمو ما كتزعزاش وكنتحكمو فيها وكمقوا كين ديرو العجينة ديالنا بهاتشكل كنحاولو نقطعوا كيالعجينة ديالنا طريقة صغيرين ونتبتوها في القاعدة ديال ما كينو ونطحنو بهاتشكل بصراحة مني كنطحنو فالعجينة كتخرج بكل سهولة كتخرج ضغية ضغية حيث العجينة ما كتكونش قاصحة واصلا للعجينة 있고 Hatcon قاصحة كتخرج ضغيية غير انا قد لكم مزتقصحوها باش كيالعجينة ديالكم كتخرج طويلة يعني ما كتخرج شمحتتها حيث الى مشتو اقتقصحت العجينة ديالكم بزي مني غاد جيوا تخدموا ها في الماكينة غاد تخدم معكم ولا مني ما غايجوكمش الخويط طوال غاد جيكم عايقة العجينة كاملة حبطا مفرتا. دكشي العلاج لعلينا خصص كورتي طبعا باش مني كنطحنوها في الماكينة بهاتشكل هادا كيخرجو لنا دك الطريفات او لدك دك العيون ديال الماكينة كيخرجو من الطريفات ديال هاجين طوي ولين باشا كايا حتى الوصفة ديالنا كي ديشكي ديالها زوين. المهم كنحاول هاكايا ندير واحد الكمية اللي معقولة في الاناء باشا كايا ندوز نخدم باش دغية نصر بيراصي صراحة بالنسبة لهذا الوصفة هادي فضغية ضغية كتوجد يعني سهلة بزاف واحتى مني كنجي ونخدمو العجينة في الماكينة فممتعة العجينة كتخرج ضغية ويعني وصفة اللي كتستنتعون توما كتديروها المهم هنا يلاحظت معايا من بعد ما شكلت العجينة ديالي فضقينا كمقان هالزكية واحد شوية وكنشكلو بهاتشكل هادا ما الافضل شكلو العجينة ديالكم على الطعوة بشكايا اه ما كتبقاوش كتديروها على اللوحة وعادة او تاني كتهزوها على الطعوة حيتي هي كتكون فرتا كتهزوها كيا غير كميشة وكتساويوها نيشان في الطعوة صراحة بالنسبة لهذا الحليوة هادي فكتجيزوينة بزاف ضغية ضغية كتوجد يعني حسن ما تكوروها العجينة مني كتكوروها را كتاخد اليد كتار هادي يعني غير كتخرجوها في الماكينة وكتساويوها بالكميشة سوحاولوها كيدديروها من بعدها عن بعضيات واحد شوية وكي مقتلكم ضغية ضغية كتسوجد لك توكام شهية الحلوة وما فيكم ما تضربو تمارا هاد الحلوة هادي فهي اللي غا تنفعكم المهم كندخل الحلوة ديالي للفرانش على النار غير من اللي تحت خليها طيب على خاطر يعني محلي كنطيبو الحلوة العالية انا ها بغيتك كي نخلي الحلوة ديالي اللون دياله فاتح خليتا غير حتى تدهبت واحد شوية ما بغيتش نخليها حتى تتحمر المهم مباشرة عندو زي ان شاء الله هنغطصوها في شوكولات راحت معي هاد اللقطة هادي جات شوية فلو ولكن ربا عين شنو كندير كنغطصها كي غير ماسف الشوكولات وكيكون هدا هو شكل ديال الحلوة ديالنا كتجي صراحة حلوة اللي زوينة بزاف حلوة اللي بسيطة وفي نفس اللحظة شكيل دياله عنيق كتجي كيامختلفة كنتمنى ان شاء الله جربواتنا لإعجاب ديالكم وانا اكيدة اكيدة ان شاء الله جربتوها فغات عجبكم بزاف لحقاش في اعلان كنستحق الدريبة الحلوة كتجي الشيشة كالدوب ومني كنوركوها كي عليها بيدانا اولا كنتنوروها كنحسو بها الشيشة وفي واحد القرمشال اللي بسيطة المهندة مقالي إلا نودعكم مع السنة ما نطلقع فيديو آخر اشتركوا في القناة